حملة إعادة بناء وعمار حي الثامن من إشباط في مدينة الرمادي تشهد تقدماً ملحوظاً قدرنا نحصل في هذه المنطقة موضوع التبليط والمياه التصريف المطار بالإضافة إلى مياه الشرب بدل العمل صار لتقريباً 30 يوم العمل مستمر بدون توقف صارت هذه المنطقة تقسم ثلاثة أجزاء أي وبيوسي هذه الأقسام تكون حتى يقدرون يشتغلون الشركة أكون معوقات صارت بالبداية بداية العمل ومعوقات قدرنا بالتعاون مع المقاول مع وجه المنطقة بالإضافة إلى المهندس المقيم والبلدية وكوادرها أنه تغلب على هواي مشاكل حتى في سبيل نقدر نصل للمرحلة أنه لازم يكمل العمل نحن الحمد لله وشكر أنه طبت الكوادر والأعمار للمنطقة وإن شاء الله يفتحها على كل المناطق إن شاء الله بس نحن اللي نتأمل من الشركة اللي دخلت بالمنطقة نريدها شوية يشتغلون بصورة سريعة لأن اللي قاعدة نشوفها ببطء والمنطقة شبيرة وتجارية يعني مو تقول منطقة مثل باقي الأحياء ما بيها تعداد سكاني قليل فيشتغلون براحتهم لا المنطقة منطقة تجارية وحيوية من كل المناطق الرمادي تجي لهذا المنطقة تساريخ خطوات العمل بين الجهات المكلفة بإنجاز المشروع طبعا اليوم تشهد مدينة الثمانية شباط هي أحد المدن التابعة لقضاء مدينة الرمادي حملة أعمار وإن شاء الله تعالى يا رب تكون هذه الحملة حملة خير على هالناس هاي بدأت طبعا هي بالبنى التحتية اللي قامت بها كوادر مديرة بريد الرمادي هذه الحملة شملت قلع الطرق وتكوين المجاري تصريف مياه الأمطار وكذلك شبكات الموي وهذه الحملة كبيرة ننتظر إن شاء الله أن نتم بسلام وهذه يكون خدمة للصالح العام بعد ثنوات من الإهمال وترد الخدمات شهد الحي الثامن من شباط في مدينة الرمادي بدء حملة واسعة لإعادة البناء والأعمارة البنى التحتية التي يحتاجها سكان الحي من مجاري وتصريف مياه الأمطار وشبكة أنابيب الماء الصالح للشرب وغيرها من الخدمات من الأنبار حمد القيسي زاكروز تيفي